في حين يلوح الضوء في آخر النفق مبشراً بنهاية جائحة كورونا وتتسابق الدول لإطلاق حملات تلقيح لشعوبها ضد الفيروس، يبدو طريق القضاء عليه ما زال طويلاً مع حصده كثيراً من الأنفس. الولايات المتحدة سجلت أعلى حصيلة يومية منذ إبريل الماضي بلغت أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا، وأكثر من مائتين وعشرين ألف إصابة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة بحزب إحصاء جامعة جونز هوبكنز. أما أوروبياً فسجلت هيئة الصحة العامة في فرنسا أكثر من أربعة عشر ألف إصابة جديدة وما يقارب ثلاثمائة وفاة خلال الساعة الأخيرة. في ألمانيا طالبت المستشرة أنيلا ميركل بتجديد القيود لحفظ الإصابات بكورونا بعد أن وصل عدد الوفاة اليومية مستوى قياسياً. فقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعضية أنها سجلت أكثر من ثلاثة وعشرين ألف إصابة وأربعمائة وأربعين وفاة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وفي وقت تثير فيه سرعة إجازة اللقاحات كثيراً من الجدل، دعت السلطة البريطانية إلى عدم تضعيم الأشخاص الذين أصيبوا بحالات حساسية شديدة في الماضي بلقاح فايزر بايونتيك. وذلك بعد أن أظهر شخصان ردة فعل سيئة بعد تلقيهما الجرعة الأولى من اللقاح. أما أمستردام، مقر وكالة الأدوية الأوروبية فقد بدأت سلطتها في التحقيق والتقصي في حادثة تعرض الهيئة لهجوم إلكتروني. حيث يأتي الهجوم بعد تحذيرات من عمليات قرصنة إلكترونية قد تستهدف مختبرات وشركات أدوية غربية على صلة بالجائحة. وأصدرت شركة فايزر المصنعة للقاح كورونا بياناً كشفت فيه تعرض وثائقات تتعلق باللقاح للقرصنة خلال الهجوم. ومع اقتراب أعياد الميلاد التي تجتمع فيها العائلات، تزداد المخاوف وترتفع أصوات التحذيرات بشأن زيادة الإصابات. وتظل أقصى أمانية العام الجديد أن يطوي العالم صفحة معانة جائحة كورونا.